تفضل أيوة تفضل شيخ رامي عيسى سكر البث واسمعني من التلفاز ولو كنت شيعي خذ راحتك لو سني معك ثلاثين سنية فقط الله يسعي ذكري تفضل لا شيخ رامي أنا لا سني ولا شيعي تفضل يهودي لا ولا يهودي أندي تمسال لا أنت إيه ديانتك الأول أنا أمم بها أنت إيه ديانتك أنا أمم بها أنت لا تؤمن بالنبي محمد هكو أشياء أنا أمم بالنبي محمد بس هكو أشياء هو يعني ما أمن بها تمام طب عرفنا عقدتك إيه أنا يعني والدي والدي مسلمين تمام نعم مسلمين سنة ملتزمين بالدين أيضا طب تفضل شيخ راميك عندي كم سؤال أريد أسألك يا أهل أتمنى أن تأخفين يعني برحبة صدر تفضل أي أولاً عندي هذا السؤال يعني هذا السؤال يعني ما رقيت لجواب لحد الآن طيب حب يا رب من خلق الثنة والنار أوكي خلق الجنة والنار طيب ليش خلقنا الحسنات والسيئات إذا هو خلق الجنة والنار ومحدد من حياة لكل يتم من الولادة لحد الممات أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 22 سنة 22 سنة بتدرس؟ أي أدرس هل تعلم أن الله يعلم الغيب؟ تعتقد أن الله يعلم الغيب؟ رب العالمين يعلم الغيب نعم طب هل الله يعلم أنت هتنجح أم ترصب؟ ما هو أنت؟ يعلم هتنجح أم ترصب؟ يعلم طبعاً نعم طب أنا أنصحت لا تذهب إلى الامتحانات ليش يعني؟ لأن ربنا كاتب أنت هتنجح ولا هترصب؟ وانت أكررت أن ربنا يعلم هو غيب فلا تذهب إلى الاختبارات لأن كده كده مكتوب أنت هتنجح ولا هترصب قعد في بيتك ولو مكتوب هتنجح هتنجح ولو مكتوب هترصب هترصب وما تشتهدش خليك حتى ما تذكرش في البيت نام ولعبوا لا أنا مو مهى يا قصدي هذا اجتهاد شخصي هذا لا هذاtake مش اجتهاد شخصي هذا برضو مقدر عليك مش انت بتتكلم عن القدر بقى خلاص كل belts ميسر لما خلق لإعماله فكل يسر لما خلق لعể بما أن ربنا خلق الجنة والنار و الحسنات و السيئات والله كتب ليك هتكون في الجنة ولا هتكون في النار خلاص بقى متعملش بينما أنت بتقول خلاص أنا أعمل ليه؟ أنا أعمل ليها الذσα من ربنا هكتب أن أنا انا ما في الجنة أو في النار خلاص هاعود في البيت ولا أصلي ولا هعمل حاجة ومش يكون ملتزم بالصلاة مثل أمي وأبي وأيضا خلاص لدم انت شايف كده خلاص ما تذهبش إلى الامتحان لدم انت بتدرس الآن وعندك 22 سنة لا تذهب إلى الاختبارات وانت كده كده مكتوب ما انت ما تجتهد للعبادة اجتهد شخصي لك هيقول عليك انت إما انك تجتهد بالعبادة وتخلص الله تبارك وتعالى وإما لا تجتهد في العبادة هيبقى برضو النجاح والرسوب في الآخرة ففي الدنيا في الآخرة مثل في الدنيا لانت الاختبارات اللي انت فيها دياتي يا حبيبي نفس الاختبارات اللي هتكون في الآخرة برضو فلو اجتهد في هذه الحياة الدنيا في عملك الصالح هتنجو في الآخرة برحمة الله تبارك وتعالى لم تجتهد وطرقت الأمر هكذا خلاص هتكون من أهل النهو وكله مكتوب صح وأيضا في المدرسة كده أو في الاختبار كده أو في الجامعة اللي انت فيها كده مكتوب هتنجح ولو مش هتنجح وانت قلت نعم الله يعلم الغيب والله يشرح صدرك ويهديك للحق هذه كانت إجابة بارك الله فيك أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تغطي إعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد